ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حال النهاردة جايلكم بروتين جديد وفيديو جديد ونشاط جديد كده زي ما بقول لكم يلا بقى متنسوش اللايك الحلو وكومنت الجميل اللي بسايد قلبي ربنا يسايد قلبي يا رب النهاردة معي روتين حلو كده ومشجع ووالله العظيم عايز اقول لكم ان انا كنت نوية يعني في اليوم ده ان انا اعمل غدا وبس فقط لغية يعني اعمل الاكل عمتا اقفل الاكل وبس فاعتحت النشاط خدني بقى وفتحت معي فوالله العظيم عايز اقول لكم كده بصوا ربنا كده بدينا العظيمة والاب واحمدك واشكرك يا رب ان احنا نقف كده على رجلينا ونشوف بيوتنا واللم كده اللي ايه الحبشتة كانت اللي ورانا فالله المستعين يا رب كنت ايما زي ما اقول لكم ايه اعمل فطار اعمل غدا وخلاص على كده وابلتك كفاية علي كده النهاردة اه لا شفت شوية تغسيل عملتهم اه كان وراي مش عارف ايه عملته كل ده في الفيديو في حاجات والله العظيم خارج الفيديو وعملتها بس طبعا اه في حاجات اصورها معيك وفي حاجات ايه اقول لا بليش يلا كبري دماغيك بتعملها مع نفسك فيلا شاهيصوني كده باللايك والكومنت الحلو ولو لسه جديدة معي ست الكل خدي جولة في القناة لو عجبتك فضلا وليس امرا يلا عملي معينا احلى اشتراك الناس بقى اللي بتقولي وفا ما بيجيليش اشعار بالفيديو بدخل ادور على فيديوهاتك في القناة شوفك نزلت فيديو ولا لا الغي الاشتراك وارجع اعمل اشتراك من اول وجديد وفعلي الجرز على كلمة الكل الكل ليه عشان يجيليك اشعار وعي تلغي الاشتراك وتنسي تعمل اشتراك لا منعلي في وجيه اللي كنت متعرفنيش ولا كده عرفتيني بقى طبعا بحبكو جدا ربنا يخليكو ليه عايز اقولكو كنت اقولكو ايه اللي عايز اقولكو مالك يا بيت في ازيقتلك كده والله لسيبه مش فكرة كنت اقولكو واحد بيتوه في لحظة في لحظة اه والله العظيم اه وعال بطيخ حمر وحلاوة بطيخ ما بقاش حد يعاد يقول كده والله الرجل كان الاول يعاد يقول ايه حمر وحلاوة بطيخ عسكين صال على نابل بيت وفاق لي من اللي جايين هببيع بطيخ بعرف اقلد ولا لأ فبعتنا بقى ايه بعت جبت بطيخة كده عشان طبعا انا عايز اجيبه من بدري بس كنت قلق انا منه يعني ما كذا حد فيكو قال لي لا يوفاق جبته وطعم حر وجميل قلت بس خلاص بقى حلاو جب يا بيتة عالبركة وما تقلق ايش فالمهم بقى ايه البطيخة دي تكفينا كده شهر شهر يا اللهي كتير كبيرة جدا فقعدت بقى قطع منها كده اللي عايز شؤاء اللي عايز قطع كده يعني وقلت بقى حطها في التلاجة عشان تسأع وهنا ايه كنت بقى دقها بقى دقها لهم لا يكون فيها حاجة دقيا اختي كولي كولي قلبي وتغزلي كده وانت مهفتها نفسك لي من اللي عده عما لا اقول لك عايز اخص بصهم هفتها نفسي ايه والله العظيم هنا بقى اللهم صلى على النبي يا رب قلت بقى قطع البطيخ كده الاول كان ابو زياد جابها معيه اتصلت بيه كده قلت له ايه قتلنا واحدة معيك تكون حمر لو مش حمره ايه واعتخد ايه واعتخد ايه انا طفل ولا يتعلمين يعمل ايه لما بحاول اعمل نصحة وافضل اقول له ايه بص كذا وامل كذا يا بيت وانا طفل معاك يا بيت استهدب اللي اقول له حاضر حاضر يا ابيه المهم قلت بقى قطع هنا البطيخة وبعد كده اعمل لهم الفطار انا قلت احطها بقى تسقع عشان نخش عليها كده بالصلعة نبي نتخانق معيها بعد الفطار وهو ده اللي حصل في دينا رايحين جايين عليه اتبقول لك اتقعد معنا شهري يعني شهري مين هي على تاني يوم الصبح كانت خلصت او والله ازاي بقول لكم كده احنا بنعشى البطيخ اتجيبي بطيخ اتجيبي شمال الحاجات اللي هي فيها مياه ديت بنحب بقى ان احنا ايه ناكلها يعني خلصنا بقى من فاكرة البطيخ واش شابتش يفوف على فاكرة الفطار طبعا اختوكوا بتعمل لهم الفطار وايما بتحمسها وانا ما باكلش اللي رغيف هتشوفوا عملت ايه ليا طبعا الناس اللي لقيت لي يلا شجعيني بقى عشان امشي معاك على موضوع الاكل وكده اهو هتشوف انا بعمل ايه بوست يشوفوا فاكرة بتعمل ايه انا حطت لهم جبنة رومي وحطت لهم كده لانشن وحطيت جبنة بيضة بس بقى لما بكون مفضيها كده في العلب بقى احسن بكتير والله انا كنت الاول بحطها بالعلبة مشا كده بقى لكم في التلاي فحدي فيكو بردك نصحني ومن ساعتها وانا بس مع الكلم شفتو متيعة متيعة لبيت وفاق ديت هنا بقى قلت هسخن عيش عشان ما كانش عندي عيش صابح وكمان دوت شامي انا كنت امطلعوا من الفريزر وهم بيحبوا العيش الشامي قوي فكنت امطلعوا من الفريزر بديله تسخينة كده بسيطة وبيبقى زي الفل معيه قولولي بقى يا جماعة انتوا قربتوا تتعقدوني من الميكرويف طب انا جبتوا ليه وحطيت فلوس على قلب يقدي كده ليه انا كان عندي بيد مصلوق من التلاي فسخنتوا لهم يعني انا سخنتوا بس عشان ابو زياد لكن هما مش عايزيني اكلوا بيد هرجع تاني في كلمة هكلمكم فيه بس تزبروا بقى بصوا بقى انا بعمل ليه ايه عشان انا محطش معيهم وانسى نفسي في الاكل هنا بقى ايه بس اكتر غيف كده قطعتوا سنكاوشتين او سنكاوشتين كده او حد جديد معي يقولي ايه ده مش عافة تقول سندوت شات ولا ايه لا سنكاوشتين حلو قليش اختي كل واحدة وايه والالقاب والطريقة بتاعتها بصها جماعة ساعات يعني بلاقي ناس تقولي ايه تقعد تعدل من الكلام اللي انا بقوله والله جماعة انا بعد اهزر ساعات يعني بتعامل على طبيعتي ماشي هنا حطيت زبادية برضو الكوكا والسنكاوشتين دول اللي لبيت فوف ليه عشان انا ببعد عنهم هم بيأكلوا يعني مثلا ايه بعد على الكلبة كده بنقنقهم وبعد عن الاكل عشان لو فتحت اخش جر الغيف التاني والدنيا تزيد تاني فخلاص انا بعمل كده طول ما بخفف القيش والمكارونات الدنيا تزبط ان شاء الله معي يعني دكتورة حبكة ولواكة او حطي لها اللايك ففي ناس بتعطي انا مش زعلانة منك وانا عارفة انت بتكتبولي بتزعلش مني وفاق كلمة كزا انت بتقوليها غلط والحرف كزا وفيك يا جماعة ممكن بنطق الكلام بسرعة حتى لو نطقتهم الصح فينا بينطق كلام كتير صح عادي يكبروا دماغكو يكبروا دماغكو سديني هنتعب والناس هتتعب وكده فعادي يعني كلام كتير بننطقه غلط كنت اقولكو هنا ايه اه قلت بقلم شوية الموعين دي بعد الفطار ونشوف بقى ايه الورونا تاني اه جبت مبارح بصل من على الباب جبت شوية بصل من على الباب واندمت انا ندمت ندم عمري يعني هتقول لي وفعش ان شوية بصل بخمسين جنيه اه والله اندمت عارفين ليه الحاجة حتى لو بيعشرين جنيه بس تما تلاقي نفسك اه يعني ايه اه مش عارفة اقول لكم يتضحك علي يعني فبتغيزك بتحس ان انت اتغسط يعني فالراجر بقى انا دحك علينا دحك على كل اللي خد منه عمتا يعني هو كان بيقول بستة جنيه ونص واجري كل الحريم نزلت يعتبر كل الحريم نطم البلكونات انا نزلت من البلكونات وقلت لها انا نزله السبت عشان اطلع فيه مش هادر اطلحته فكله ايه واع ده بستة جنيه ونص ايه واع المهم مش فكرة قال المهم قال لي ايه قال لي حاجة بخمسين جنيه مش عارفة كم كيلو يعني ما علينا انا مش فكرة والله بس الفيديو ده بقى له كم يوم وانا كده بقى ايه بسجله لكم هنا انا جايبة نص كيلو كبدة اللي هي ايه مقطعها كده شرايح كده نص كيلو كبدة كده مقطعها لي بسطي تقطيع كده زي البنية وهنا بقى اللهم صلى على النبي يا رب حطيت شوية دي وعصرة لمونة عشان ما عنديش عايز اعمل معكو اشر اللمون والله خلص عصرت كده نص لمونة وعايز اقول لكم بلا ان انا مسكتها تحت الحنفية شطفتها تاني بس المقطع ده انا لقيت نفسي افلة كاميرا وانا مش واخدة بالي يعني المهم شطفتها تاني وحطيتها في مصفة زي ما انتم شايفين كده تعالوا بقى انا اعمل كبدة برده مع بعض انا هرجع لكم تاني الكلام يعني الكلام عن البصل هنا بقى الكبدة اللي هي برده ديت انا بعملها ايه حطيت بعد ما غسلتها كده غسلة حلوة حطيت شوية كوزبرة شوية كامون فلفل اسود بهارات شوية ملح اشقدر اقول لك على جمالها كل ما اعمل حاجة حلوة اقول لي جوزية افتح محل اقول لي انت انت تعبتيني بالمحلات اللي عمالها تفتحيها وتفليها حطيت معالي الطم مفروم وشوية خلي بديل الطم المفروم طم بودر تمام بس انا ما عنديش والله طبعا بقى حد يكتب لي ايه اقول لي طم بودرة معلش 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 طب اقول لك ايه هي بتجي معايا كده عصرت هنا لص لامونة لص لامونة ايوة كده وهي لسانة كتلة واحد تانيش الناس بتقعد تدقالك على الحروف اللي بتقوليها وقلبت بقى الكبدة حلوة كده اهو خلاص بقى انا اسيبها على جنب كده واخسل ايدي اسيبها تتغلغل معا نفسها وتتدبل تدبيلة حلوة طبعا وانا وقفة منستش نفسي في الشاي الاخضر وعصرة اللامونة ان اللامون كان مدايقني شوية عشان كنت مطلعة من الفريزر وفك معايا بالعافية فجوزي بقى قال لي اعمليلي كوباية معاك اهو كل حاجة يقلدني كده تقلودة طول ما راح اجاي اقول له انت تقلود قوي كل شوية تقلدني كده يعود جداحك فيقول لي هتخصي نخص سوا هندخن ندخن سوا الطولة لو هموت نموت سوا مش ممكن ديات يقول لي لأ هموت لوحدك اهو يا هنا هنا بقى جبت البصل كده اللي انا آآ آآ خدت على قفايا كده منه اهو فاقول لكم ليه انا بعد ما طلعت به وركزت قوي شان انا شايفاء اللي والله بعد ما وزنوا بس انتوا عارفينها من نوع اللي اتحرج اقول له ايه لا خلاص مش عايزة دين ما عاملهاش العروش اللي فيه ديات الياء الخضرة عايزة اقول لكم قادي كده تيلة تقلي يعني وزنة وزنة ده من حقه يبقوا باتنين جنيه كميل وكده كده المزمش والله يعني عمالي طب من العروش الخضرة ديت فقدمت وقلت مش هجيبه تاني بالطريقة ديت والله لو حتى قلبي كامي يعني لو ببليش فندمت جامد يعني هنا الباب رايح فين رايح كند كند اللي كانت دخلة طلع طلعه دخلة فالمهمة اللهم صلى على النبي يا رب مسكت بقى شوية البصل كده قلت هم إلا انا لو علقتهم هنا قدام الباب انتوا شايفين الشمس قدام الباب عاملة ازاي فهيعسرهولي يعني انا جربته لو حطيته في البلكونة من الحر برضو بيتعسر فالأأمن لي ان انا قطعت كده بالمقاص ويستبت بقى العرش الخضرة ديت ان انا قرميها ملعاش لازمة وهاخد البصل بقى على كده احطه جوه ايه في الدرب على كده كده دول مش هيقودوا معايا كم يوم يعني هيخلصوا معايا هنا كنت بقول لك ان ده ايه اه بقول لها هاتي كيس صغير شايفين اقطع شوية ايه بصوا العرش الخضرة يا جماعة شايفين مليانة وزنت يعني شوية ملهمش ايه لازمة بس يلا النصيب والبناء ده مننا ايه بيتعلم بيتعلم هنا اقطعت شوية كده للفراخ قلت اقطعهم لهم كده وادخلهم لهم ايه يتسلطنوا كده بشوية البصل دول وخلاص على كده انا قلت الكلام ده وتعمله قبل ما نضف السلم وقلت بقى ايه يعني عشان يعني اكون بهدلت الدنيا بالمرة كده كده هنضف السلم يعني هنا جبت المقاشة بتاعت الامر ويلا بقى وطبعا السلم دوت احنا هننزله تحت احنا يعني السلم ده وتجبنا اخرنا منه مش عشان شكل وحش ولا كده يعني انا استحملته وخلاص وقلنا يا جماعة اسيبه عشان الناس اللي بتطلع زي ما قلتلكم كده لكن ما عرفش فيه عيال في البيت بيطلع على السطح ولا في ايه بالزبط كل شوية لا ايه السلم محطوط وطلعين نزلين وده غلط يعني فخلاص كلمناهم بقى بالتليفون اللي هم الناس الكبار عشان مش عايفين ايه الشباب اللي طلع نزلة عيال يعني من البيت عمتلا فده غلط بصوا لازمان يحطوا السلم كده مع وجلع مش بيحطو كده لازمان كل يوم ابو الزدد ييجي كلام ما ييجي يعدله فقلت خرص انا يعني سبته كده عشان الناس اللي بتطلع وتنزل ما تشلهوش من اول دور لاخر دور حرام بس ما فيش فايدة خير انتعمل شر انتلع اه والله اللي اللي حطينه ده غلط وفيه مناط فوق ولازمان ما يكونش السلم محطوط معدول يعني اي حد هيطلع ينزل عليه بالسهولة لازمان يكون معهوك كده بعد ما ينزله عشان وصلت لكم المعلومة ولا اتوهتكم فالساعات تعملي خير يتقلب شر اه والله وكمان العيال اللي بتطلع تنزل عليه ميبهدرلني هنا السلم انا لاقيته بقى محضوف وانا مش عارفة ومش عارفين مين اصلا اللي بيطلع انا كن نزلت انا وعيالي وجيت انا لاقي المنظر ده مش عارفة اللي بيحصل فقلت لأ خلاص كلمنا بقى للناس يعني اللي ساكنة معينا وانا لهم احنا مش عارفين انهي عيالي اللي بتطلع عليه ولا بتنزل مش بنشوف حاجة بعينينا احنا بنيجي نشوف المنظر بس اللي هم ما سايبينه فهنتشيله بقى نزله تحت اللي عايزه يجيبه من تحت يطلع عليه وبعد كده ياخده وهو نزل تاني بس عشان الواحد تعب والله العظيم يعني انا سعب بقى كنس السلم وامسحه بسبب اللي تلعوا ونزلوا من على السطح ده يمينزلوا لي تراب ومنزلوا لي توب ومن غير تصوير والله بطلع انا انضف ورام لان انتوا عارفيني انا عندي جنان من ناحية السلم يعني اي حاجة هنا قدام الباب بتخشيلي في الصورة لكني انا في اول دور تحت المهم اه امسكت بقى السلم كده قلت انضفه تنظيفه عميقة وطبعا ابو زاد قال لي انا هاجي انا نزلك السلم ده تحت لانا ما اقدرش ان انا شيله انزلوا لحد تحت تيل وهتعب يعني انتش رجيك اتعب? لا لا الرجال قومون عن النساء تمام? لا بس يا وفا بطلش تمام اسحبيها بقى نخلي الفيديو يخلص من غيرها ده مرض يا اختي مرض ايه ده المهم بقى ايه خلصت السلم وخليته زي الفل كل ده اختك كانت اي متام الفطار وغدا بس والله زي ما بقول لكم كده فبتلاقي حاجات طلعت معيك ببيتاخد ده في سكتك ربنا اواكت قمعي لما عمل ده كمان يعني ربنا يعنى ويقوينا يا ربك انا عندي بقى غسيل وتامر في اليوم ده قال لي ايه نشوري برة عشان احتمال اخسل التكييف لان احنا خلص ايه شغلنا التكييف يعني من ساعة الحر ده شغلنا مرة واحدة فاليوم اللي بيبقى حر جامد بشغل في التكييف خلاص هشغله يعني فيه فشغلنا مرة واحدة و هو مش موجود فقال لي لازم ان يتغسل الاول عشان غلط فطبعا انا مليش في الكلام دوت والزياد قال لي اعمله لك انا يا ماما خفت ما هو برضو ايه عيل بالنسبة لي و ما عملوش قدام عيني قبل كده او قدام بابا فخافة خليه يعمل حاجة ما يكون بابا واقف يعلمه بقى بابا واقف يعلمه ايوا كده عشان سحبت مني شوي سفت فقلت خلاص انشور برة عشان طبعا لو نشرت الغسل جوه مش هيعرف يعمل التكييف ولو عمله هيبه دل الغسل تاني فهل ده يرتكي؟ لا ما يرتكيش كده وصلنا للديال خماناشر تمام؟ مفيش فايدة ماشي حطش اللايك يلا جماعة اللي نستيحط اللايك يلا حطوا اللايك بتساعدوا قلبي باللايك وبالكومنت فهل ما تساعدوش قلبي زي ما بساعد قلبك وكده في فيديوهاتي بفرفوشة النعنوشة وعايز اقولوكم بقى ايه الغسل ده معاتش ساعتين والله العظيم دخلها وبص لقيته ايه ايه ده ده بينشف ايه شيف من الحر سبت شوية تاني على اخر اليوم وروحت لماي بقى ان يكون قيت هوا كويس يعني فالجو هو حر بينشف لك الغسل هوا يعني انشوري وشيلي انشوري وشيلي على طول فا عدت اقول له استنى شوية انا مليش بزاجي ان انا طبقك هي كده هي بتيجي كده يا جماعة النهار ده بقى ايه هما طلبوا مني الكبدة اللي هي برده دي تقال ايه ما تيجي يا ممه بالليل بقى ايه نجيب كبدة برده من بره وصلوتاته مش عارفة هما اول ما يحطوا في دماغهم وانا يجيبوا حاجة من بره او والله اعلى ممكن هما بيحمسوني انا بشك فيه والله ما يعاني انتو بتستعبطوني ولا انتو عارفين انا محبش اجيب اكل من بره معشان شايفينك يا ممه مش قادرة فعلا انا كنت ايما مش قادرة يعني اللي هو ايه عادي بتبقي زائهانا مكستلة شوية كده قلت لهم لا اعلمين يلا يلا روحها طولي نصف كيلو كيب عشان هيارسكو النهاردة الحاجة في البيت انضف وبركة زي ما بقول لكم على طول والله يتشجعوا كل حاجة عاملوا في البيت يعني لقدر الله لو تعباني قوي طب خلاص مضطرة ان احنا نجيب اي حاجة من بره ونقضي اليوم بتاعنا بس مهما نقول الاكل كده كده منجيبه غالي ونعمل بس بردك اوفرلك من الاكل الجاهز وانضف لك كل حاجة فانا ببشجعش الاكل الجاهز دوت يعني ليه ليه احنا فينا قدين ورجلين وعنين وكل حاجة ان نروح ونجيبه نعمل فبعملها في البيت بتبقى جميلة جدا انا بقى ديتشور كده الكوكة لان كانت متبهدلة خالص وكمان قبل ما انشر الغسيلة انا كنت منظفها عند الفراخ فدخلت معايا بقت هي والفراخ ويحد اسقاطوا اتجيب بتوعي انا فرحت اقول نارد ده لاتهم عاملين يعملوا زي وكوكوكوكوكو قلت لهم حس قلت ايه خرشتيني ده كبرو مش عارفة كده بيقولك بيدانوا او ايه مش عارفة بقى النارس اللي بتربيها اللي تعرفني فكده بقى يا اختي انا فلحت ولا ايه هيا تفتكروا فلحت في تربيتهم فاتبسطت قوي اول مرس معلوم كوكوكوكو ده وبيت كوكة فرحة طولها شفت امي كتنصفت يا بيت يا كوكة صبتت بقى كوكة كده عشان الجوك انا حرة عليها وروحت بصبينها ايه حلو خشيت اكمل الاكل بتاعي طبعا انا بقى ايه حبيت حبيبتي اللي بتقولي وفاق خرطت البصل بالسكينة تكون مش عارفة اهو بس ايه للأسف السكينة دي صغيرة وعلتني شوية بس ايه فعلا احسن يعني مش عارفة احسن فانا ان شاء الله هجيب واحدة كبيرة بس حليني البختك لما افتكر قدامي سنة في النسيان ما بقاش ليه حل اه والله الاعمال اقولي نفسي طب انسى الحاجات الوحشة اللي بافتكرها يعني الحاجات الوحشة الليها لأ مركزة معي طب دي ما بنسهاش ليه زي ما بنسى حاجات كتير الممي بقى هنا خرطت كده بصلية محترمة من البصل اللي انا قطعته معيكم لاني اصلا ما كانش عندي عشان كده جبت اه وروحت بقى رايحة على الطباخ بقى لي كتير ما تلكمش الطباخ زي ما انتم بتقولوا وحطيت بقى ايه الحلة بتاعة البصل كده وحطيت حلة فيها مية عشان اسلق معيكم مكرونا حطيت شوية زيت كده على البصلة وسبتهم يتغلغلوا مع بعض وهبقى المضرب ايه شوية الطماطم المحترمين دول طلعت كيس الطماطم ده وهرجع وقاللكم الطماطم الدية يا جماعة لسه من رمضان مركزين انتم معي من رمضان يعني سبحانك يا ربي فضل كيس فضل اما لمبراهو لما الحاجة قربت دي اخلص فضل كيس واحد سبحان الله والله فعلا فعلا شهر الخير فعلا كنت مبسوطة في رمضان قوي يعني مش عارف سبحانك يا ربي بحب ان انا اقوم اعمل فطور وده وده وانا صايمة كده عارفين كنت بعد مفطور اماليش نفس اعمل حاجة مش ماليش نفس مش قادرة كسل كده بقى لكن قبل الفطور تلاقوني دخل اعمل حلوه ومشروباته واكله بصو كده يعني اهو الحمد لله كده من عند ربنا يعني بدينا الاقوة والعزيمة واحنا صايمين والله ضربت بقى الطماطم كلها كده خلصتها قلت عباية الملبصلة تتحمر معي تتبل بس كده وتبقى ايه امر كده اهو قلبتها كده كم تقليبة كده خلص حلو كده قوي وجبت الطماطم بتاعتنا اللي احنا ضربناها بقى كده ورا بعد يلا يا بيتش افوف وانزلي كل الطماطم دي كل بفلوس ياختي كل بفلوس وهنا بقى حطيت الشفشق كده اهو بقيت الطماطم وروحت بقى جايبة شوية اللي في كده بشوية مية اهو خسارة كل بفلوس اسمعي مني حطيت بقى واحدة ماجي زبط بقى بحب زبط طعمها كده جميلة انا طبعا الاول كنت احب ان انا اعملها على طول بالطم بس زي ما قلت لكم انا الطم انا وعيالي عمبة ما بنرتاحش للطم خلص فبقيت اخفف من الطم على قد ما اقدر ولو تاخدوا بالكو هتلاقوني بعمل فعلا كده فقلت خلاص انا عجبتني قبل كده لما عملت التسبيكة بتاعتها بالبصل طحفة طعمها جميل جدا حطيت بقى التوابل مع واحدة ماجي شوية ملح وهسيبها تتغلغل وكده مع نفسها وهنا بقى المية قربت تغلي خلاص رحت حطيت شوية زيت على شوية ملح ويجيهم تقليبة حلوة وننزل بقى بالمكرونة بتاعتنا هم بقى كانوا عايزين المكرونة اللي هي السغنانة اللي انا بعملها للتحمير فقلت يلا عمل لهم اللي هم عايزينوا كل الايه يجيبوا اه كبدة من برة ليه ليه وانا رحت فين انا رحت فين شفت المصمصة دي ستة قطوطة وانا رحت فين يا غالة يا حبيبي يعني رحت فين انا انا بقى شلت شوية المواعين اللي انا غسلتهم كده نزبط الدنيا واحدة واحدة كده واحدة واحدة المطور اللي من دول مجنيني فانا يعني بحلت ربنا ان انا عارف اشتغل معرفش المطور ميلو على واشك كده كل فترة لازم ان يعملها معينا عاما تالياني هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده وروح تقيه مصفية المكرونة سايبها المصفة كده في الحوض ولازم ان يكون الحوض حواليك فل فل كده وانت بتعمل الاكل عشان يبقى اكلت كده امر كده هنا بسايبها المية طبعا وشطفت المكرونة كده شطفة حلوة آآ وايه تاني هحطها عليها شوية زيت عشان تبقى مفلفلة كده معي ما ما تبقاش مسكة كده في بعضها وقلبتها وهسيبها برضو في الحوض تتصفى كده شوية عبر ما روح واجي واشوف اللي ورايا وارجع لها تاني تعالوا بقى ايه نبضر الكبدة بتاعتنا اعيز اقول لكم نص كيلو بس هيدكي قد كده انا حطيت شوية دقيق وهحط البصومات اهلو حط شوية دقيق وحطيت شوية ردة دقيق ورد اهو قلبتهم حلو وقلت ايه حط سنة ملح تاني لان انا كنت عارفة ان انا مش محيقها حلوة يعني حطيت شوية ملح برضك يبقى دقيق ورده وسنة ملح ويلا نبضر بقى ايه الكبدة بتاعتنا القمر ديت اعيز اقول لكم والله يفض منهم شوية حلوين برضك يعني عشان انا بقول لكم اكلة غالي ضعيفة يعني وعمليني ازاي بقى يعني عايزين كل شوية لا اشان دوتش لا مش عارف ايه ملومش طاقة كده يعني انا بقى بصو هي بتجي عاملة ازاي بس الراجر بقى ايه يعني خليه قطعها لك رؤياء جدا عشان لما تيجي تعمليها تبقى مستويام معيك وحلوة قوي ساعة متانية بتغدش عاجة على النار يعني اهو بعملها بقى كلها وبعد كده اروح على النار احمارها برحتي احمدك واشكورك يا رب ان الكهربا ما اعطيتش وانا بعمل الفيديو ده وجننتني يعني عشان بيجي في اوقات غلط يعني اوقات غلط خالص خلاص كده حطيت التصع على النار طبعا الزيت سخن وبعد كده رحت مغطية عشان تستوي انا بقى كنت سلتها شوية وروح تصليت وغيرت كمان الازدال بتاعي وكده جيت بقى ايه يعني انا بس سيبي الاكل اجهزه على دخولهم يعني ليجي من الدرس اعتمر جي من الشور عشان الاكل يكون سخن لكن ببقى مجهزة مثلا السلسة بتاعت المكارونا سلقت المكارونا السلسة ممكن تسخنها تاني الكبدة بقى قلت حمرها اول ما يخشوا ما بتاخدش حيك كنت صليت خدت الشهر بتاعي وصليت وشفت كوكة برضو اكلتها كده وبعد كده برجع بس على التحمر والتجهيز شفتوا شطر حباكة ولباكة وعملين اكلة النهاردة كل واحدة تكتب لي عاملة اكلة النهاردة لما بتكتبولي بعرف ان انت شفت الفيديو للاخر لما بتكتبوش بحس ان انت ما شفتش الفيديو للاخر يعني فكل واحدة بقى تقولي عملت اكلة النهاردة عشان اغش منكم اغش من بعضينا كده اننا بقى بصوا يعني خلاص الزيت يسخن اوطي عليه شوية عشان تستوي حلو وطول بالي كده طلع المركدة وجميلة ورحتها قلبة الدنيا ما بلكمش على الحلوة اهو بصفيها برضو حلو رغم ان هي برضو ايه بتطلع على المناديل بس برضو بصفيها حلو اهو وايه تاني اه البتاعة ده بانجر حطيت شوية بانجر كده قطعتهم وقلت بقى حيقها كده معيكم يلا بيت يفوف الله الله عليك يا بيت يفوف اهو اللي بتاعه حلو عشان اه اه الا الصلطة الصلطة بتفتح النفس كده وحلو وهنا بقى اللهم صالة على النبي يا رب قلت بقى حط الكبدة بتاعتي كده لان طبعا المناديل كلها شربت الزيت فكان لازمنا نقلها مين على الايه المناديل لكن لو ما كدش نزلت زيت قوي عايدي كنت قدمتها بيه وبعد كده جبت المكارونة بتاعتنا الحلوة ديت وحطت لهم يعني بست تحسوا الصلطة بتاعتها جت على قدها بالضبط سبحان الله يعني يهو قلب 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 اختش على ريحتها والطعمها ما اقول ليكيش بس ايه النهاردة يعني في الوجبة دي انا مكلتش عيش خالص والله زي ما يقول لكم كده كبدة ومكارونة وكفاية ده كفاية المكارونة يعني نندخل عيش؟ لا الدنيا هتزيت معينا نحاول نسيطر يعني على قد ما نقدر حطيت بقى المكارونة كده وانا عايز اقول لكم نص الاطباق ديت انا كسرتها والله نص الطقم ده ضايع ضايع انا من غيرك ضايع لا شايف ولا سيمع يعني كان ضابط معايا الدنيا اندخدخت نص خلاص كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ولكم عالف سلامة واستنظروا ان شاء الله وفيديو جديد اشتركوا في القناة